اهلا بكم ازاي المتابعين معكم الدكتور تامر كنا ابتدينا نتكلم عن ازاي بنعالج ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم فعملنا الحلقة اللي فاتت عن ارتفاع LDL ودي بصراحة هي اهم حلقة لان ده يعتبر اخطر نوع من انواع الدهون اللي ممكن يعمل تصلب شرايين ومشاكل في القلب وما يعقبه من جلطات المخ وجلطات القلب وما الى ذلك فتعتبر الحلقة اللي فاتت هي اهم حلقة في علاج الدهون هسيب لك الرابط بتاعها تحت روح تفرج عليها لكن ده ما يمنعش ان احنا دلوقتي هنتكلم عن ارتفاع الدهون الثلاثية ومشاكلها ونتعامل معاها ازاي وما تنساش في البداية وانت لسه صاحي اعملي لايك للفيديو بص يا عم ارتفاع الدهون الثلاثية او ممكن يعمل الى حد ما تصلب شرايين وما يعقبه من مشاكل الاوعية الدموية لكن طبعا مش زي الـ LDL فهو تأثيرها اقل كتير من الـ LDL لكن تأثيرها ده ممكن يكون دار ازا كان معاها كمان ارتفاع في الـ LDL كمان ارتفاع الدهون الثلاثية او الى حدود عالية ممكن يكون سبب في التهاب البنكرياس وفيه هنا كذا ملحوظة لو مريض بالفعل عنده ارتفاع اصلا في الـ LDL اللي احنا تكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت وبدأ بالفعل ياخد ستاتن بياخد اطور مثلا فالستاتنز دي يعتبر من خواصها ايضا ان هي بتخفض الترايجلس رايتز او الدهون الثلاثية يعني يعتبر علاج ارتفاع الـ LDL هو ايضا علاج للترايجلس رايتز الملحوظة الثانية ان علاج ارتفاع الدهون الثلاثية مختلف عليه الى حد كبير هل لما نعالج الدهون الثلاثية هنقدر بالفعل نحمي الاوعية الدموية ولا العلاج مش زوء اهمية كبرى فالكلام مختلف عليه لكن في النهاية انا هقولك الرأي اللي اتفق عليه وازاي نتعامل معه الدهون الثلاثية وازاي نعالجها وخلونا نبدأ حلقاتنا قبل ما ندخل في العلاج مباشرة عايز اقولك ايه هي الاسباب اللي بتخلي الدهون الثلاثية ترتفع عند الانسان لان علاج الدهون الثلاثية زي ما قلنا مختلف عليه كتير لكن الاسباب لازم نعالجها لو هي موجودة فمن اهم اسباب ارتفاع الدهون الثلاثية هو مرض السكر فلو واحد عنده سكر لازم نعالجه كويس جدا يعتبر هو ده علاج لارتفاع الدهون الثلاثية السمنة وزيادة الوزن قلة الحركة التدخين الكحوليات نظام الطعام الخاطئ بعض الامراض الاخرى زي نفروتوكسندروم وكمان طبعا بعض الحالات بتبقى الجينات هي المسؤولة عن المشكلة فاي عيان عنده ارتفاع دهون الثلاثية قبل ما بنبدأ اي علاج لازم لازم بنزبط نمط حياته وبنزبط الطعام بتاعه يفضل طبعا مع حد خبير في التغذية العلاجية وبنعالج اي امراض قد تكون سبب في ارتفاع الدهون الثلاثية وبنوقف اي ادوية قد تكون سبب في ارتفاع الدهون الثلاثية فالمريض لو عنده سكر لازم نتحكم في السكر ده هيحسن كتير مستويات الدهون الثلاثية المريض لو عنده ضغط او اي مشاكل تانية لازم نعليجها كويس جدا عيان بيدخن يوقف تدخين عيان بشركه حليات يوقف عيان وزنه زيادة لازم ينزل وزنه عيان قاعد طول النهار مش بتحرك مش بيعمل تمارين لازم يعمل تمارين نصف ساعة يوميا على الاقل معظم الايام عيان عنده LDL عالي اللي هو الحلقة اللي فاتت ياخد العلاج بتاعها مع الدكتور بتاعه زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وبالنسبة للطعام فلازم نقلل الكربوهايدريتس الكربوهايدريتس من احد اسباب ارتفاع تريجلس رايتس ولازم نقلل المشروبات او الاطعمة اللي فيها فراكتوز او المحلاب الفراكتوز ولازم نقلل يعني كمية الكالوريز اللي بياخدها الشخص ده في اليوم لازم تقل لازم نقلل الدهون المشبعة زي اللي بتبقى موجودة في الزبدة ولازم نقلل بنقول عليها الدهون المتحولة ودي ممكن تكون في السمنة الناتجة عن هدراكد الزيوت ونقطر او نسمح يعني اكتر بالدهون الغير مشبعة زي مثلا زيت الزتون الفول السوداني المكسرات زي اللوز والبندق زي ارع العسل وهكذا ندور على المصادر اللي بيكون فيها دهون غير مشبعة كمان طبعا نقلل الطعام اللي فيه كوليسترول كتير وممكن نزود الطعام اللي فيه اوميجاس ري زي الاسماك طبعا زي التونة الساردين مكريل والسالمون دي كده تعتبر خطوط عريضة في الغذاء اللي ننصح به عشان نقلل مستويات الدهون السلاسية او يبقى اي مريض يجي لكي وعنده ارتفاع دهون سلاسية او الاول نعمل نمط الحياة اللي انا اتكلمت عنه ده كله ونمشي العيان عليه ممكن لمدة تلت شهور قبل ما نبدأ في اي حاجة قبل ما نبدأ في اي ادوية تلت شهور بحالهم الا اذا كان ارتفاع الدهون السلاسية معدل الف ده هنتكلم عنه في النهاية لكن مش معدل الف يبقى ماشي المريض بتاعك على نمط الحياة ثلاث شهور وبعدين نعيد التحليل ونشوف النتائج وعلى اساس النتائج هنتكلم فاحنا بنقسم المريض بتاعنا الى اربح حالي الحالة الاولى لو كانت النتيجة لحد مية وخمسين وفي رأي بيقول لحد مية تسعة وتسعين فاحنا هنقول ان النتيجة لو لحد مية تسعة وتسعين فالعيان ده بنقوله انه طبيعي ويستمر على ضبط نمط حياته والغذاء الصحي والرياضة وما الى ذلك فقط اه دي كده الحالة الاولى مفيش اسهل من كده اما الحالة التانية لو النتيجة طلعت من متين لربعمية تسعة وتسعين فده بنقول عن ايه مدري طب العيان ده هنديله علاج لو مش معاه اي مشاكل تانية وهقول لك يعني ايه مشاكل تانية في الجزء التاني يعني لو مش معاه اي مشاكل تانية فالعيان ده مش هنديله علاجه هو كمان وهنستمر على ضبط نمط حياته طيب لا ده العيان طلع يعني من الاخر مريض مسلا حصل له جلطة في القلب قبل كده او جلطة في المخ او العيان عنده سكر بالاضافة الى اتنين من الحاجات اللي موجودة دي يعني مسلا سنه كبير معاد خمسين بيدخن عنده ضغط يعني لو في مشاكل كتيرة مع المريض والتحليل طلع لك من متين لربعمية تسعة وتسعين في الحالة دي نبدأ نديله ده طبعا بعد ما مشي على ضبط نمط الحياة تلت شهور بحالهم ولسه مرتفعة فممكن نديله حاجة اسمها دي من ضمن انواع الامجة في السوق باسم اتنين جرام كل اتناشر ساعة مع الطعام او ممكن اي نوع تاني من الامجة بس او الامجة عموما مش مستحبة شوية لو العيان عنده او رجفان وبنعيد التحليل بعد شهرين عشان نشوف النتيجة اما الحالة التالتة بقى لو النتيجة طلعت من خمسمية لحد تسعمائة تسعة وتسعين فالعيان ده بنقول عليه متوسط الى شديد وفي الحالة دي بنحاول نحمل مريض من التهاب البنكرياز بشكل اكبر وممكن نبدأ للمريض بتاعنا حاجة زي فينوفايبريت والجرعة بتاعت الفينوفايبريت بتختلف كتير على حسب الشركة المصنعة وطريقة التصنيع هل مايكرونيزد ولا نان مايكرونيزد ولا مش عارف ايه لكن عموما كل الشركة بتنزل فينوفايبريت بتنزل بجرعتين جرعة قليلة والجرعة الاكبر زي مثلا فينوليب في منه تركيز مية وفي منه تركيز تلتمية والجرعة عموما في الفينوفايبريت بتبدأ من عند 100 لحد 300 ميلي جرام مرة واحدة يوميا والمريض لو بياخد مريفان نقلل جرعة المريفان 30% ونتابع الـ INR لان الفينوفايبريت بتتفاعل وبتزود تأثير المريفان بعد شهرين ممكن نعيد التحليل ولو لسه عالي ممكن نزود أوميجا سريفاتي أسيدز يبقى بدأنا بالفينوفايبريت وزودنا الأوميجا سريفاتي أسيدز لو مافيش استجابة زي الايكو سابنت زي ما قلنا وفي رأي تاني بيقول لو العيان بالفعل عنده وبياخد استاتين يعني بياخد مثلا أتورفاستاتين بيقولك يعني الأفضل إن احنا نبدأ بالأوميجا سري ولو مافيش استجابة نبقى نزود الفايبريت نعكس الخطوتين يعني عشان يعني ما نبدأش بالفايبريت مع الاستاتين مع بعض ونزود شوية الريسك بتاع الميوباثي والليفر انجري والحاجات دي يعني فممكن لو العيان بياخد استاتين نقلب الموضوع نبدأ بالأوميجا سري لو مافيش استجابة ممكن نبقى نزود الفايبريت وفي الحالة دي لازم في الطعام نقلل الدهون كمان أكتر عشان تبقى من عشرين لخمسة وعشرين في المية من التوتال كالوري انتيك يبقى بنقلل الدهون وطبعا لصالح الدهون الغير مشبعة نبعد طبعا عن الدهون المشبعة وعن الدهون المتحولة لصالح الدهون الغير مشبعة بالإضافة إلى استمرار ضبط نمط الحياة اللي تكلمنا عنه في البداية نوقف التدخين والكحوليات نزبط الوزن التبارين وما إلى ذلك اللي تكلمنا عنه وتبقى دي الحالة التالتة أما الحالة الرابعة بقى فلو التحليل طلع تريجلس رايدز ألف أو أكتر من ألف وطبعا دي سيفير هايبر تريجلس رايديميا والخوف هنا أكتر من ارتهاب البنكرياس وعشان كده مع الأدوية اللي المريض هياخدها لازم تبقى الدهون عشر إلى خمستاشر في المية من التوتال كالوري انتيك وأحيانا أقل من كده أحيانا نخليها أقل من خمسة في المية طبعا ده كله باستشارة طبيب تغذية علاجية يقدر يوصلنا للقيم دي فلازم نظام غذائي صارم وممكن نعيد التحليل كل ثلاثة أيام تخيل عشان نشوف المستويات أصبحت قد إيه وفي الحالة دي حتى الدهون الكويسة ممكن تكون ضرة يعني نقلل الدهون جدا سواء كانت ضرة ده طبعا لازم نمنعها أو حتى مفيدة إلى حد ما بنخاف منها في الحالة دي بالإضافة طبعا إلى ضبط نمط الحياة اللي تكلمنا عنه والأمراض التانية لازم نعالجها اللي قلناه كله في البداية لكن النقطة هنا إن لو تريجلس رايدز معادية الألف لازم نقلل الدهون جدا أقل من عشرة في المية من التوتال كالوري انتيك وبالنسبة للأدوية فالعيان هياخد فينوفايبريت زي مثلا فينوليب 300 مرة واحدة يوميا ولو ما فيش استجابة نزود الأوميجا 3 fatty acids زي الأيكو سابنت أو أي نوع تاني من الأوميجا 3 fatty acids وأخيرا بالنسبة لمدة العلاج العيان هياخد علاج قد إيه فبصراحة عمش لاقي كلام يحدد المدة تحديدا وعشان علاج تريجلس رايدز من الأساس مختلف عليه فانا شايف إن احنا ممكن نماشي المريض على العلاج لمدة 6 شهور مثلا وبعدين ممكن نوقفه نقيم الحالة ونتابع التحاليل لو النتيجة اتزبطت والأمور بقت كويسة مع المريض ما فيش مشكلة لو النتائج بدأت ارتفع تاني فالمريض بدأ يبقى فيه عرضة أو فيه خطر مرة تانية هنبدأ نديله الأدوية مرة تانية وفي الحالة دي هتبقى فترات أطول لو حد عنده أي مصدر لمدة العلاج في الحالات اللي أنا تكلمت عنها دي ياريت يحطهولي في التعليقات لازم تشاركوا معنا كمان في بعض الحالات الشديدة جدا جدا وغالبا بتبقى في الحالات اللي فيها فاميليال ديسليبيديميا ممكن نلجأ إلى حاجة اسمها بلازما فيريسيز أو حتى في حالات شديدة جدا ممكن نعمل جراحة زي إليال بايباس سيرجري لكن طبعا الخطوات دي هتبقى مع حد متخصص قوي في الديسليبيديميا وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضر